اهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم موضوعنا اليوم هيكون عن الرياضة مع الاسيام امتى منقدر نلعب الرياضة؟ قبل الاسيام أو بعد الاسيام كل الناس بيقولولي مجد احنا كتير متعودين نلعب الرياضة الصبح اول منفيق بصير اول منفيق الصبح نروح ونمشي او نلعب الرياضة او نسبح نقطتنا اللي لازم نركز عليها كتير منيح ان اللعب من الرياضة هيخسرنا كتير من السوائل طالما خسرنا كتير من السوائل ممكن يصير فيه عندنا هبوط بالضغط وممكن يصير فيه عندنا هبوط بالسكر وحيصير فيه عندنا صداع ومشاكل تانية مشان هيك اكتر اشي احنا منركز عليه اذا انتو حابين تلعبوا الرياضة قبل الفطور بساعة هذا الوقت اللي انت مسموح لك تعمل فيه ليه؟ لانه انت حنعطيك وقت ترجع البيت وتحضر حالك لوقت الفطور تعود السوائل اللي انت خسرتها تقدر تاكل كمية من الكربوهايدرات والبروتينات عشان تقدر تاخد الطاقة اللي انت برضو بيحاجة لها بعد ملعبت الرياضة طيب مجد احنا بننلعب الرياضة بعد وقت الفطور وينتا بصير نلعب الرياضة؟ بصيرت العب الرياضة بعد ساعتين لثلاث ساعات من وقت الافطار ليش؟ لانه منتأكد انه احنا هضمنا الاكل اللي احنا اكلناه قدرنا ناخد الطاقة اللي احنا بيحاجة لها مايست حيصير فيه عندنا مشاكل بالمايدة وعمليات الهضم وحنكون نشطين ورجعنا من اول جديد نقدر نلعب الرياضة طيب احنا بس نقطتنا السوائل انت مشان هيك انت عم تقولين ما نلعب الرياضة من قبل؟ لا مش بس هاي نقطتنا احنا جسمنا دايما لما بديلعب الرياضة بده يحرق مصدر من مصادر الدهون اللي هي موجودة بالجسم مشان هيك انا عم بقولكم انه احنا اذا العبنا الرياضة وهذا اللي يفضل قبل الافطار بساعة واحدة حنقدر نستغل من الدهون اللي هي مخزنة بالجسم كمصدر للطاقة عشان الجسم يقدر يحرقها وهو عم بيلعب الرياضة واحنا حنسرع من عمليات الهضم حنسرع من نزول الوزن اذا احنا لعبنا الرياضة قبل وقت الفطور بساعة وبنفس الوقت حنحس حال ما نشطين وشغلنا يومنا بالطريقة المناسبة ديروا بالكم عصحتكم العبوا الرياضة اشربوا ماكي فاية خلال وقت الافطار رمضان كريم عليكم